السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشاهدة نشر المزيد ان شاء الله حليمة بالنسبة للجواب عن سؤال زوجة أخيك الصالة في السجود وشنوضع المرفق أم لا لفي السجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعين على الكفين والجبهة وعلى الركبتين وأطراف القدمين سبعات الأعضاء إلى درتي المرفق كي عدود سعود المرفق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يبسط أحدكم يديه في الصلاة بسطى الكلبي الكلب ملك يجلس كتلاحظة بأن المرفق دياله محتوط على الأرض والإنسان عليه أن لا يتشبه بهذه الحيوانات فلابد من السجود أن نضع فقط الكف المرفق لكم طالع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر شكرا بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى للا حليمة جوابت عن سؤالك المنطقة اللي فيها النبي وبقيت الأنبياء هو الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وجدوا في المنطقة العربية ما في نبي كان خارج المنطقة العربية كل الأنبياء في المنطقة العربية نزلوا أبونا آدم ابتداءً نزل من السماء إلى الأرض ولما نزل قيل بأنه في الأول نزل في منطقة في جنوب أسيا بالضبط يقول العلماء في سيرلانكا وأمنا حواء نزلت في جدة يقال مدينة جدة ثم أمر الله أن يلتقوا جميعا عند الكعبة المشرفة وقد بنتها الملائكة وبقية الأنبياء كلهم والأحداث الدينية كلها رحاها دارت في البلاد العربية يعني بين مكة والمدينة وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان والشام عموما هنا دارت لأحداث كل هذه الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل أين كان؟ كان في بابل بابل وبابل كان فيها أنبياء سابقين الناس كانوا عندهم لغة واحدة أو الأنبياء أو البشر لغة واحدة فقط لغة واحدة كتكلموا بها كل الشعوب فقد يوقع واحد الواقعة غريبة أن بعضهم قد يقولوا واحد الملك منهم قد يبنيوا واحد البرج عالي ونتحدى الإله فلما بدوا ذلك البرج ربي قد يغضب عليهم وقد يعاقبهم بماذا؟ قد يبلبل يبلبل ألسنتهم فيصير كل ينطق بلغة وذا تختلف اللغة احتولت الأرمية والعبرانية والعربية والعربية في العربة والمستعربة عاجت اللغة الأنجلوسكسونية واللغة الهندو أوروبية وجدت عدة لغات وعجام وعرب وصار الناس فيما بعد لغات متعددة وربي قال لك جعلناكم شعوباً وقبائلة لتعرفوا فلاحظنا الأنبياء كلهم في هذه المنطقة سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل غادي يكون في في العراق وغادي يكون ما عنده نسل مئة عام ما كيولدش وزوجتها عندها سبعة وتسعين عام عاد ربنا غادي يقول لي يا إبراهيم سوف أكثر نسلك قال لي أنظر إلى السماكة سيدنا إبراهيم كيشوف في السماك كيبالي النجوم يقول لي أجعل نسلك أكثر من عدد النجوم فتعجب إبراهيم قال لي يا رب أنا كابرت عندي مئة سنة عمرتي سبعة وتسعين عام وكتقول لي يا نسلكة غادي يكون أكثر من عدد النجوم قال لي لا تستغرب يا إبراهيم انظر إلى الأرض كيشوف السماكة منشف في الأرض قال لي إن عدد نسلكة غادي يكون أكثر من حبات الرمل في الأرض لم يصدق إبراهيم ولكن ربنا ينطق بالحق فعلا ربي قد يعطي إبراهيم الخليل إسماعيل وبعد إسماعيل سيعطيه إسحاق فصار ولت له إسحاق وهاجر ولت له إسماعيل ومن إسماعيل جاء النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن إسحاق جاء أنبياء بني إسرائيل جاء منهم يعقوب ويوسف وموسى وهارون وعيسى وغيرهم كلهم جاءوا من نسل إسحاق فالعالم كله الآن رأى مبني على المسلمين واليهود والنصارى وكل من اللاديميين فهكذا كان البشر كلهم كانوا في هذه المنطقة في القرآن الكريم يقول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هنا يحدد ربنا عز وجل جغرافية عالم الأديان عالم الأديان كلها مبسوطة في هذه الآية والتين والزيتون التين قيل بأنه في العراق كان هناك شجر التين والزيتون في فلسطين فلسطين كان فيها سيدنا عيسى ابن مريم المسيحيين والتين والزيتون وطور سينين جبل طور في صحراء سيناء بمصر كان فيها اليهود اتباع سيدنا موسى عليه السلام من بني اسرائيل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين يعني مكة مكة هذا البلد الامين في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالاسلام فهدكت جغرافية الاديان جميعها في البلد العربية اما في امريكا فهذه بقى حديثة امريكا مع كريستوف كولومبوس سوف يتم اكتشاف العالم الجديد اما اوروبا فكانت فيها الروم وكانت فيها العبادة النجوم وآلهة الشمس وغيرها كواكب والاسيا كانت فيها الفرس عبدة النار والمجوس وغيرهم اما الاديان الحق كانت في العالم العربي ثم انتشرت فيما بعد في العالم باجمع فنسأل الله تعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله العملية ديالك تشجيعا عن طبيب او شوفيه طبيب قريب منك تم ما يقدر يقدم لك يد المساعدة اذا تحضر عليك الامر اشهد ديالي يا بنتي حليمة خذي واحد الاناء ديال الماء وقرأي في سورة الفاتحة سبع مرات ثم اغسلي به عينيك كل ليلة قل المتناسي خذي الاناء ديال الماء اقرأي في سورة الفاتحة واغسلي به عينيك وسوف ترين العجب العجب هذا كلام كنقول لك احب الكرام يا ما رأينا فيه كرامات واحد سيدة عندها كرة كرة في الوالدة والطبيبة قتلها خطير جدا ان هذه الكرة انها غدزول الا بعمل جراحية معقدة والسيدة كان سبق لها ولدات سيزاغيان وقد شعر بواحد المضاعفات خطيرة وسبح الله عظيم سمعت في الراديو بان من طرق العلاج تستعمل اناء ديال الماء سبعات المرات الفتحة وتشرب ولعل ربي يسخر في ذاك الشهر وهي كتنتظر الفحوصات وكتنتظر الموعد ديال العملية مشات عند الطبيبة فقتلها بان الكرة دابت دابت نهائيا ما بقاتش بفضل الله وجود الله حتى ان الطبيبة مشات للجامعة وقدر محاضرة علمية حول هذا الظاهرة غريبة كيف انها اختفت بقدرة الله ما في غربة وغيرها الأسبوع واحد سيدة كان فيها سرطان ست شهر وهي كالتعالج ست شهر وهي حامل فوق كرسي متحرك والشعر طحلها والحجبان تنتفو والوجهة ديالها كله والزرق وكتنغر حتى ما بلتتقسم تاريكة كتقول لعائلتها هي أخوتها والحبابها هالتاريكة ديالي لكن من اللي سمعت في الراديو هذا العلاج بسيط أنها تستعمل إناء ديال الماء وتقرأ في الفاتحة تقرأ بصوتها هي بصوتها هي بخشوع ويقين سمعت المرض وتشرب ذلك الماء والله العظيم هذه الجمعة إلى جات يوم الأخ ديالك يقول لك قال لها الطبيب اختفى المرض الكابت ديالك كان مقيوس بسرطان اختفى نهائيا ما بقت له ولو أطر خدشة واحدة رحمة الله واسعة وفضله كثير بريتكة بنتي حليمة طريقة سهلة قم المتنعسي خدي إناء ديالك سدير الماء قرأة الماء نقرأ فيها الفاتحة بصوت خاشع تسمى الشافية والعافية والكافية ركت اسم السبع المتاني والقرآن العظيم ونغسل بهالمكان اللي كدرني بهذه النية وخلي مولاني تصرف وغتلقي العجائب للقدرة الله واتشي كثير يا ما رأينا أمراض خطيرة وأمراض صعبة وزالت وشوفية منها المرضى بفضل الله وجود الله وكرم الله والله يكمل ملك الرجاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم